بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم امتحانات شفاوية لجميع الطلاب في شهر تسعة اللي جاي عشان تكشف المتلاعبين في المشروعات البحسية من اول تالت ابتدائي لحد تانية سنوية ومعايير النجاح في البحث هل ممكن الطالب يرسب بعد ما يعمل البحث كل ده وتفاصيل اكتر هتكون خلال الفيديو تابعوا معي الفيديو للنهاية بسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة كلنا عارفين ان وزارة التربية والتعليم بدلت الامتحانات بمشروع بحسي ولكن الاسف في بعض المعلمين استغلوا البحث وبقوا بيبقوا وسط المبالغ 200 جنيه و300 جنيه للبحث الولاي وبعد كده حصلت حالة من الغضب ما بين اولياء الامور لان كده شايفين ان الطلاب اللي بتكتهد هتبقى زيها زي الطلاب اللي هي بتشتري البحث وبرضه كمان ده بقى بزنس جديد بالنسبة لبعض المدرسي عشان كده وزير التربية والتعليم رد على الموضوع ده قال بالنسبة للطلاب اللي هم بيشتروا البحث بغض النظر بقى عنهم مساف ابتدائي او في اعدادي سنوات نقل او شهادة اعدادية او اولى سنوي او تانية سنوي منازل او حتى طلبة التعليم الفني في خطة وزارة التربية والتعليم عشان تقضي على المتلعبين في المشروعات البحثية لان وزير التربية والتعليم قال مش هينفع يكون في مساوامة بين الجميع الطلاب المكتهدين هيبقى لهم مكافآت ومش من العدل ان الطالب اللي هو عمل مشروع بايده وبتكر هيبقى زي الطالب اللي هو اشترى البحث اولا بالنسبة للمدرس اللي هو هيبيع البحث هتكون في عقوبات صارمة له ممكن تصل الى حد الفصل من التربية والتعليم اما بالنسبة للطلاب ركزوا في الحتة ديت هيبقى فيه امتحانات شفوية لجميع الطلاب في الصفوف الدراسية وقوله وتانية سنوي هيبقى عندهم امتحانات شفوية الطالب او مجموعة من الطلاب اللي هما مثلا عملوا البحث هيدخلوا لجنة مفهاش مدرس واحد لا هيبقى فيها مدرس في كل تخصص يعني مثلا مدرس رياضيات ومدرس عربي يعني اكتر من مدرس هيكون في اللجنة هيختبر الطالب شفويا في البحث طيب ولما سؤل وزير التربية والتعليم هل المدرس ما هممكن يجامل الطالب او ممكن مثلا مدرس تاني يتعمد ان هو يرفض مشروع الطالب اكد ان اللجنة هيبقى فيها مجموعة متكاملة من كل التخصصات بالنسبة للمدرسين هتناقش الطلاب في وقت واحد فبالتالي مش هيبقى فيه مكان للمجمالات يعني مش مدرس واحد بس اللي هيكون في اللجنة هيكون فيه مدرس لكل مدرس وكلهم هينقشوا مجموعة من الطلاب في نفس الوقت واكد تاني الدكتور طرق شوقي قال مش هيبقى فيه مسواة ما بين شخص او طالب جاد وطالب تاني غشاش وده هيبقى ما بين الطالب الجاد والغشاش على كلام وزير التربية والتعليم في اللجنة الامتحانية اللي هي الامتحان الشافوي هنا هيبقى طريقة عرض الطالب للبحث ومناقشته مع المدرس سألوه هل ممكن الطالب خلال الامتحان الشافوي ينزل في البحث يعني كان رد الدكتور طرق شوقي قال ان الوزارة مش هتتردد في اتخاذ هذا الاجراء والعقوبة بالفعل هتبقى للطالب انه هيفضل في نفس السنة الدراسية دون نجاحه يعني الطالب مش هينجح مش بس البحث لا لازم كده البحث خلي بالكو في الحيطة ديت ولازم الامتحان الشافوي علشان ينتقل الطالب للصف الاعلى يبقى لازم حاجتين انه هو يعمل بحث بيده هو وتاني حاجة انه هو يكتاز الامتحان الشافوي وقال وزير التربية والتعليم انه مش هينفع طالب يبقى غش او انه هو اشترى البحث انه احنا هنسويه مع زميله اللي هو اكتهد وعمل بحث بنفسه واكد انه هتكون فيه مفاجآت للطلاب المجتهدين هتبقى فيه مفاجآت للجميع هتحفز كل الاطراف على العمل باخلاص وسهل برضو وزير التربية والتعليم قالوا له هل الامتحان الشافوي ده هيكون كفاية علشان يختبر نزاهة مشروع البحث يعني هل الامتحان الشافوي ده هو اللي هيكشف الطالب المتلاعب من الطالب اللي هو اكتهد رد وزير التربية والتعليم قال فيه اجراءات تانية اكثر ثرامة لكشف التلاعب يعني هيكون فيه اجراءات تانية عشان تكشف تلاعب الطلاب اللي هم هاشتروا البحث واو مذاكروش البحث بشكل كويس واكد على ان اخر الصيف المقبل ان شاء الله هيكون فيه اجراءات جديدة وهيتم الكشف عنها اهو بيأكد وزير التربية والتعليم ان هيكون فيه اجراءات هتكون صادمة للمتلاعبين ويسؤل وزير التربية والتعليم هل المزنب الاب ولا الطالب قال لو كل ولي امر ترك ابنه ساب ابنه انه هو يجتهد ويعمل مشروع البحث بنفسه علشان يظهر قدراته ما كانش هيحصل تلاعب طيب بيسألوه هل المشروعات البحثية ده هتستمر مع الطلاب ولا هي السندية هي استثنائية قال ان هيتم التوسع في تطبيق الفكرة وهيتم تطبيقها في صفوف النقد بمعنى ان السندية مش استثنائية ده دي بداية حقيقية لاحداث نقلة نوعية في التعليم يبقى ايزا موضوع الابحاث ده هيستمر معاكو من اول السنة ده وهتستمر في السنوات القادمة اكد ان البحث ممكن يتعامل ورقي وبعد كده الطالب بيروح اي سايبر ويسحبه على سكانر ويقدمه للمدرسة يقدمه على فلاشة او يقدمه على سيدي دي كانت اخر قرارات وزارة التربية والتعليم اللي هي الخاصة بالبحث يبقى بقى فيه شرط اساسي لنجاح الطالب والانتقال الى السنة الاعلى ان الطالب لازم يعمل البحث بنفسه ده رقم واحد اتنين لازم انه هو يكتاز الاختبار الشفوي اللي هيتم مش عن طريق مدرس واحد لأ هيكون فيه مدرس في كل مادة والطالب مش هيبقى لوحده هيبقى مع مجموعة من الطلاب وهيحصل نقاش ما بين المدرسين وما بين الطلاب كل مدرس هيمسك عنصر من عناصر البحث اللي هو الخاص بالتخاصص بتاعه ويسأل الطالب فيه وبعدين الطالب يبتدي يعمل له عرض شفوي للي موجود في البحث بتاعه اما بالنسبة لموضوع الدروس وزير التربية والتعليم اكد انه مش هيكون فيه دروس تاني يعني السناتر مش هتفتحته ده كان كلام وزير التربية والتعليم على القضاء على الدروس الخصية ولذلك تم استبدال الامتحانات استبدلت بمشروعات بحسية ويتبقى في الاخر لدينا السؤال المهم هل بيزنس الابحاث هيكون بديلا عن بيزنس الدروس الخصية اللي تم القضاء عليه شاركونا باراءكو في الاجابة على السؤال شكرا لحضرتكو والسلام وعيطان اشتركوا في القناة